من اللقاءات معك كابتن أسامة معنا كابتن خالد حسن مدرب حراس مار مفارين نادي الأهلي يعني كابتن ألف مبروك النهاردة الفوز مباراة صعبة لكن أعطاك الولاد كانوا عدوا المسؤولية الحمد لله النهاردة الأول بس أنا بحي كابتن أسامة وضيوفه النهاردة لمضتش زي ما حضرك شايف يعني الظروف فعلا قد صعبة جدا زي ما كابتن ميل حكلمك عندنا غيابات كتير مؤثرة علينا بس النهاردة هم الولاد برضو على قد ما قدرنا ان احنا يعني احنا عايزين التلات نقط وبعد كده ييجي الأداء النهاردة كنا مهتمين جدا بالتلات نقط عشان نكمل سباقنا على القمة زي ما حدرك شفت رمضان النهاردة بصفة خاصة بقى حراسة المرمى رمضان قد مبرك ويسا برغم انه أخذ النظار النهاردة النظار التالت لكن احنا كنا عمين حسابنا احنا لمطش الدجل اللي قابلي ده لعبنا محمد طارق وعندي اسلام أشرف برضو بجهزه كابتن خليد يعني كلمت مع رمضان قلت له ايه خاصة مع ان الهوى كان على المرمى بتاع النشودي التاني يعني كلمت معه اهم التعلمات اللي قلتها له خاصة في زيادة شدة الهوى والله يبص هو اهم حاجة في شدة الهوى ده انك انت تقدر تحدد الكورة وتوقيتك يكون سليم وعشان كده كنت دايما بأكد عليه انه ما يتصرعش وما يحاولش انه يتهور في اي كورة تتعامل عالية او طويلة وخليته دايما يلعب وراء الديفنس لان كل الكورة الطويلة الهوى بيشيلها وبتوصل وراء الديفنس هو لو واقف متمركز صح بيطلع بياخدها وبيريح الديفنس فيها اللي جاي بقى من منافسه والضغوط ضغوطه المنافسه النهاردة هضغوطها زعت المباراة كمان شايفينها ازاي وكلمتوا على دوترومي والله هو كابت المتحدة من الولاد قال لهم يعني النهاردة المطش ده في ملعبنا وقناة النادي هتزيع المباراة واهم حاجة ان احنا نقدي مباراة بشكل طيبة وكويسة لكن برضو الولاد لسه سنهم صغير لسه ما يستوعبوش حتة الاعلام فانا حاس انها عملت ضغط عليهم شوية لكن الحمد لله ربنا كرامنا بازن الله الحمد لله شكرا لك اتمنى لكم التوفيف اللي جاء ان شاء الله